هذا وكشف مسؤولون أمريكيون أن واشنطن ستعلن اليوم عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تتضمن ذخائر عنقودية ومثلت الذخائر العنقودية مشكلة ملحة طيلة عقود وتعرف بالقاتل الصامد وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر فما هي هذه الذخائر وما الدول التي تمتلكها؟ في التعريف الذخائر العنقودية أسلحة تتكون من حاوية تفتح في الهواء وتنثر عدادا كبيرة من القنابل الصغيرة أو الذخائر الصغيرة المتفجرة قد تصل إلى 600 وذلك على مساحة واسعة تعادل حجم ملاعب عدة لكرة قدم تلقى الذخائر العنقودية من الجو أو البحر أو البر وغالبية الذخائر الصغيرة التي تطلقها معدل الانفجار عند الاستضام لكنها تتسم بميزة السقوط الحر أي أنها غير موجهة نحو هدف معين وفق المعطيات الدولية الرسمية أنتجت 34 دولة أكثر من 200 نوع من الذخيرة العنقودية وتخزن 87 دولة هذه الذخائر من بينها 16 دولة استخدمتها بالفعل خلال النزاعات المسلحة وتسبب هذه الذخائر عند استخدامها بشكل أوسع في انتشار الآلاف وربما ملايين الذخائر الصغيرة غير المنفجرة في الكثير من البلدان والمناطق مما يشكل خطرا بالغا على المدنيين وتتراوح التقديرات الرسمية بشأن معدلات عدم انفجار هذه الأسلحة في النزاعات التي وقعت على مدى عقود بين 10 في 140% وبسبب خطورتها اعتمد مؤتمر دابلين في مايو 2008 اتفاقية الذخائر العنقودية وتضع هذه الاتفاقية قواعد صارمة لضمان عدم استخدام الذخائر العنقودية والتخلص منها حتى اليوم هناك 110 دول صادقت على هذه الاتفاقية اتفاقية الذخائر العنقودية و13 دولة وقعت من دون المصادقة لكن من اللافت ان الولايات المتحدة وروسيا واوكرانيا لم يوقعوا على هذه الاتفاقية ترجمة نانسي قنقر